أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع التمييز وتحسين الأداء كهدف جامع يلتقي حوله الجميع ومواصلة مراجعة فعالية الإجراءات وتسهيلها بما يجعلها دوما وفق متطلبات الحاضر والمستقبل وداعمة للمبادرات الهادفة لاستقطاب الاستثمارات وهو ما تم تأكيد عليه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلد المفدى حافظه ضاه وراء وأشار سموه إلى الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية والإجراءات التي تصل بمخرجات العمل الحكومي لتكون محقيقة للأولويات المتصلة بمصلحة المواطن ودعم القطاعات الوعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الرفاع اليوم وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادت الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه في منصبه الجديد حيث هنأه سموه بهذه الثقة الملكية الغالية متمنيا له كل التوفيق والنجاح وأكد سموه على استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات لتعزيز تطوير أنظمة العمل وتحسين الإجراءات في كافة المجالات وفق متطلبات التطور والتنمية وصولا إلى الهدف الأسمى في تحقيق ما هو أفضل للوطن وأبنائه وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المستمر لوزارة الداخلية ولكافة أجهزتها مؤكدا أن هذا الدعم يقود دوما نحو مزيد من التطوير في الأداء وصولا إلى التميز والإبداع من جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن اعتزازه وتشرفه بالثقة الملكية السامية وخالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة